الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنانا وابنتنا طلبة وطالبات الصف الثالث قسم تشغيل المعادن اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة النهاردة رأيت لكم بمادة جديدة ومادة مهمة جدا لتخصص تشغيل المعادن في قسم تشغيل المعادن في سنة ثالثة عندنا مادة من المواد الاساسية في التخصص وهي مادة تكنولوجيا التفريز والتجليخ درسنا النهاردة عن الفريزة الافقية العامة ودرس النهاردة من الدروس المهمة جدا واللي بييجي فيه اسئلة كتير في الامتحان نخلي بالنا النهاردة ونحضر كل واحد يحضر وراء وقلم علشان تكتب ورايا وتحسب ورايا عندنا اجزاء نظرية مهمة وعندنا مسائل كمان بتتحلق لها خطوات مهم في البداية احنا عندنا في مادة التفريز اول حاجة عندنا هي الفريزة الافقية العامة الفريزة دي اتسمت بالفريزة الافقية العامة والسبب في التسمية كلمة الافقية اللي موجودة في نص تعرفة وهو ان عمود السكينة عمود افقي يعني هي اسمها الفريزة الافقية العامة نسبة الى ان عمود السكينة عمود افقي الفريزة الافقية العامة اولاد هي بتعمل مجموعة من العمليات يعني تقدر تعمل مجاري حرف يو يكون شكل المجرى حرف يو أو مجاري حرف V تبعى عاملة حرف V بس هو أكتر حاجة احنا بنحتاجها في عمليات التفريز زي المجاري حرف U والمجاري حرف V وكمان إنها تعمل تسوية أسطح من أهم العمليات اللي بتتم عليها وهي عملية فتح أسنان التروس زائد إن في ميزة من مميزات أو أهم مميزات الفريزة الأفقاء العامة وهي إننا أقدر أوصل جهاز التأسيم بمجموعة بتروس بالرسمة الطولية بتاعتي علشان أعمل حركة خطية يبقى جهاز التأسيم بيلف وكمان الرسمة بتتحرك علشان أقدر أعمل التروس اللي بيكون أسنانها مائلة أو أسنانها وغدة شكل كيرف اللي بنسميها الأسنان الحلزونية كمان من مميزات مكينة الفريزة إن أنا أقدر أعمل عملية إيمالة للرسمة الرسمة بتاعتها أو الصينية بتاعتها ممكن تميل لحد زاوية 45 درجة يبقى أن الفريزة الأفقية العامة سميت بالفريزة الأفقية العامة وكلمة أفقية جات علشان العمود بتاع السكينة عمود أفقي زايد المميزاتها إن أنا أقدر أعمل إيمالة للصينية بتوصل لحد 45 درجة زايد إن أنا كمان بقدر أحرك الرسمة بتاعتي حركة طولية مع حركة جهاز التأسيم اللي أنا بستخدمه علشان نعمل عمليات تفتيح التروس طب فيه برضو حاجة لازم نخلي بالنا منها أهم حاجة لما تيجي تتعرف على مكينة جديدة لازم تتعرف على الأجزاء اللي موجودة فيها وطريقة الحركات الرئيسية اللي موجودة في المكينة دي علشان لما تيجي تشتغل عليها تعرف إيه هي المنتجات اللي ممكن تصنحها عليها نتيجة للحركات اللي موجودة يعني أنا مثلا عندي عمود السكينة بتحرك حركة دورانية عندي حاجة اسماء ركبة ودي بتتحرك حركة رأسية الأعلى والأسفل عندي حاجة اسماء الصينية بتتحرك حركة دورانية عندي حاجة اسماء الرسمة بتتحرك حركة طولية وحركة عرضية يبقى أنا هستغل الحركات دي علشان أروح أعمل عمليات التفتيح المختلفة أو عمليات تسوية الأسطح أو تفتيح أسنان التروس تعالوا مع بعض نشوف إيه هي مكينة الفريزة الأفقية العامة وإيه هي الحاجات اللي بتميزها وإيه هي أجزاءها والعمليات اللي بتجرى عليها نشوف كده مع بعض عندي الفريزة الأفقية العامة والفريزة دي الغرض من استعمال الفريزة يعني العمليات اللي أنا بجريع عليها يعني نمرة واحد فتح جميع أنواع أسنان التروس العدلة والحلزونية نمرة اتنين تشكيل المشقبيات والمجاري المختلفة نمرة ثلاثة تسوية الأسطح وتشكيلها نمرة اربعة فتح المجاري الأولابية للأسطح الاستوانية يعني نقدر أعمل إيه تروس حلزونية طيب مميزات الفريزة الأفقية العامة الفريزة بتتميز إيه بإيه نمرة واحد إمكانية استخدام مجموعة تروس لتوصيل الحركة من الصانية لجهاز التأسيم عشان جهاز التأسيم ده يتحرك معايا والصانية كمان بتحرك عشان أعمل التروس والأسنان اللولابية نمرة اتنين إمكانية عمل أسطح بزوايا مختلفة حيث يمكن إيمالة الصانية الطولية في حدود 45 درجة يمينا ويسارة يعني يبقى دول المستين اللي بتتميز بهم الفريزة الأفقية العامة عن باقي الماكينات اللي بتعمل نفس عملها طيب أجزاء الفريزة إيه؟ بصوا كده معايا في عندي هنا ده الشكل بتاع مكينة الفريزة في عندي هنا قعدة في عندي هنا هيكل اللي ماسك القعدة ببقية الأجزاء بتاعت الفريزة عندي هنا الجزء ده اللي اسمه الركبة الجزء ده اللي اسمه الصينية وبعد كده عندي الرسمة بتاعتي رجبة على الصينية ديت والمنضضة اللي بسبت على المشغولات اللي فوق خالص ده اسمه رأس الفريزة ورأس الفريزة ده اللي بيعمل عملية امساك للعمود ده اللي هو اسمه عمود السكينة ودي اسمها السكينة طيب الحركات المختلفة اللي بتيجي هنا بتيجي عن طريق إيه؟ بتيجي عن طريق إن أنا عندي صندوق تروس وصندوق التروس واخد الحركة بتاعته من الموتور ده كده الشكل بتاعي كشكل تخطيتي وهنا ده الشكل بتاعي بتاع الفريزة عايزك تركز هنا على السكينة دي وعلى الشكل هنا المسقط الجانيبي بتاعها هو أنا لما هيحصل عملية تشغيل هتلاقي أن السكينة بتلف حركة دورانية كلما بنعمل عملية تشغيل السكينة بتلف حركة دورانية خلي بالك أن عمود السكينة هنا عمود أفقي عشان كده بقى اسمها الفريزة الأفقية العامة طيب أجزاء الفريزة إيه؟ يبقى ده الشكل بتاعي حقول إن نمرة واحد الهيكل نمرة اتنين القعدة ده الهيكل وده القعدة نمرة ثلاثة محرك إدارة الفريزة المحرك الموجود عندي في الخلف صندوق التروس اللي هياخد الحركة من المحرك عشان يديني سرعات مختلفة عمود القلب ورأس الفريزة ده عمود قلب الفريزة وده رأس الفريزة حلقات التثبيت وترس التحميل ده حلقات علشان نسبت بيها السكينة ونخلي موضحها إذا كانت في المنتصف أو في الأجناب على حسب الشغلة بتاعدي وزائد إن أنا عندي ترس للتحميل وكراسي للتحميل نمرة تسعة المندضة والسكينة ده المندضة بتاعتي اللي بثبت عليها الشغلة وده السكينة اللي بقطع بيها ده اسمها ركبة الفريزة اللي هي رقم 11 ده اسمها ركبة الفريزة ونمرة 12 عمود السكينة وطبعا الرسمة اللي موجودة اللي شايلة هنا دي الرسمة دي بتتحرك للأمام والخلف أو لليمين والليليسار عشان يبقى عندي رسمة عرضية وشايلة المندضة تعال بعد كده نروح نشوف طرق تثبيت السكينة سكينة الفريزة أولاد جزء استواني والجزء الاستواني ده لو أنا الجزء الاستواني ده جيت ركبته على العمود زي ده العمود ممكن يلف والسكينة ما لفتش لبقى أنا لازم في حاجة حتعمل عملية تثبيت للسكينة مع العمود بحيث أن لما يلف العمود السكينة كمان تلف معا عايزة سبت السكينة بطريقة تخلي أن التقبل الاستواني للسكينة لما يدخل فيه العمود بتاع الدوران وأنا بلف العمود السكينة كمان تلف إيه؟ تلف معا طب أنا عندي كم طريقة أنا ممكن أعمله عملية تثبيت بخبور اسمها خوابير التثبيت نمرة 2 أعمل له عملية تثبيت بألووز نمرة 3 أعمل له عملية تثبيت بقابض نمرة 4 أعمل له عملية التثبيت بالاحتكاك يبقى عندي بخبور أو بألووز أو بقابض أو بالاحتكاك نخلي بالرسومات حنشوفها شكلها إيه وكمان الأنواع بتاعتي شكلها إيه نبص مع بعض كده طرق تثبيت السكينة على عمود السكينة نمرة 1 من طرق تثبيت السكينة باستخدام خبور بص كده الجزء المستطيل ده اللي معمول عليه خطوط تهشير ميلة ده كده السكينة وده العمود ده الجزء اللي احنا بنقول عليه خبور بحيث أن جزء من الخبور ده يكون صائد داخل العمود والجزء الثاني في السكينة يبقى كده العمود لو لف السكينة كمان هتلف إيه معاه يبقى بتصنع السكاكين بعدة ثقوب محورية أقطرها يعني القطر الداخلي للسكينة 16, 22, 27, 32, 40 أو 50 لتلائم أقطار الأعمدة حيث تسبت بواسطة خبور ويضبط وضعها بالنسبة للشغلة بواسطة حلقات جانبية على الجانبين يعني طيب نمرة 2 من طرق التثبيت التثبيت بالألووز عندي دي سكينة الفريزة وفي في العمود بتاعها جزء مقلوز هنا يبقى السكينة دي لما هتركب هنا دلوقتي هتركب ده كده القلب بتاع المكنة الجزء اللي من الخارج ده قلب المكنة إنما النصاب ده اسمه نصاب السكينة يعني العمود بتاع السكينة وفيه جزء مقلوز بقى أنا لو ربطت القلوز بتاع السكينة في قلب المكينة اللي اتنين حيتسبتوا مع بعض بس خلي بالك لازم اللي اتنين يتربطوا ويكون اتجاه القلوز في عكس اتجاه الحركة يبقى في التثبيت بقلوز وفيها يكون شكل السكينة زونصاب اللي هو العمود ده مسلوب وقلوز خارجي حيث تربط بواسطة سامولة في التجويف المسلوب المعد لذلك لضمان احكام السكينة ويراعى ان يكون اتجاه القلوز ايه؟ عكس اتجاه الدوران حفاظا على قوة ايه؟ الربط طيب نشوف تالت طريقة وهي التثبيت بقابض ده جزء مفرغ وده قابض عبارة عن اصابع الجلبة دي لما بتيجي تتربط هنا الجلبة دي بتربط في جسم الظرف لما الجلبة دي هتتربط مع ده والقابض موجود شايف انت اسبع ده والاسبع ده والاسبع ده لما هتتربط التلات اسبع دول هيدموا على بعض يبقى انا لو مركب عمود السكينة هنا والجلبة دي او سامولة الزنق دي بدأت تربط هتخلي الاصابع دي تربط على عمود الايه؟ على عمود السكينة يبقى وفيها يكون شكل السكينة زون صابستواني حيث يستخدم قابض مكون من سامولة الزنق وجلبة مشقوقة اللي هي اللي عملة الاصابع دي وجسم القابض له سلبة داخلية وعندما يراد تثبيت توضع الجلبة المشقوقة الجلبة المشقوقة هتحط في جسم الزرف ونحط العمود بجسم القابض ثم ندخل السامولة بجسم القابض دون ربط محكم ثم ندخل نصاب السكينة الاستوانية والاحكام هنعمل عملية الايه؟ الربط طب رابع حاجة التثبيت بالاحتكاك بص كده دي سكينة الفريزة سكينة الفريزة كده راجبة على العمود بص كده الحلقات دي ادي حلقة ودي التانية ودي التالتة ودي الرابعة ودي الخمسة ودي الست الحلقات دي وظيفتها ايه؟ اننا لما احط السكينة ممكن احط حلقتين من هنا والباقي كله من هنا ممكن احط حلقة واحدة من هنا والباقي من هنا طبعا أنا لما هحط عدد حلقات من اليمين زي الشمال فالسكينة هتكون في المنتصف طيب والحلقات دي هتعمل إيه؟ الحلقات دي هتعمل لما هربط الطرف ده أو الصمولة دي هربطها على الحلقات هتضغط على السكينة يبقى أنا كده ربطت السكينة بالإيه؟ ربطت السكينة بالإيه؟ ربطت السكينة بالإيه؟ وتستخدم في هذه الطريقة عندما يكون عمق القطع المراد إزالته صغير جدا يعني ما استخدمش طريقة الاحتكاك دي إلا إذا كان عمق القطع صغير جدا طيب وبالتالي قوة القطع هتنجع عن القطع ليست إيه؟ ليست كبيرة ويكتفى بطريقة الاحتكاك النجع بين الحلقات طيب الاختبارات التي يجب أن تجرع على عمود السكينة عمود السكينة ده شيء للسكينة دلوقت يا أولاد عمود السكينة ده دلوقت ده العمود اللي موجود عندي اللي حتتربط عليه سكينة الفريزة بصوا معايا كده أنا دلوقتي عندي العمود بتاع السكينة عمود السكينة ده مربوط عليه السكينة في المنتصف العمود ده طبعا علشان يشتغل بكفاءة لازم يكون مركزي في دورانه ولازم تكون السكينة بتتحرك حركة دورانية حوالين مركز واحد يبقى أنا لازم أعمل ديه في اختبارات فأنا هعمل جدول وأقول الاختبار وأقول الأخطاء أخطار الوضع الخطأ يعني أنا دلوقتي التأكد من تمركز دوران السكينة وعمود السكينة باستخدام المباينز القرص حشوف عمود السكينة والسكينة بيلفوا حوالين نفسهم ولا لا طب هم لو ما بيلفوش حوالين نفسهم إيه اللي حيحصل آه لو ما لفوش حوالين نفسهم وحوالين محور أساسي ومركز بينتج سطوح مشغلة غير مظبوطة لأسنان لأن أسنان السكينة ستقطع بعمق مختلف السكينة مرة حتطلع لفوق ومرة حتنزل إيه لتحت طيب تاني اختبار سند طرف العمود في حالة الأعمدة الطويلة لما يكون عمود السكينة طويل لازم أعمل له عملية سند طب لما سندتش إيه اللي حيحصل إيه الخطر حيحصل هنا اهتزاز في العمود ينتج سطوحا مشغلة غير مظبوطة علاوة على احتمال تلف أسنان السكينة يعني ممكن سكينة الفريزة اللي أنا بقطع بيها يحصل لها انكسار طيب ايه تالت اختبار ضرورة أن يكون اتجاه الميل للأسنان في نفس اتجاه دوران عمود السكين الميل يكون مع نفس اتجاه العمود مع دوران العمود طب وده لو حصل فيه خطأ كاتل الأسنان مش في نفس اتجاه العمود إيه اللي حيحصل اللي حيحصل إن السكينة لا تقطع لأنها حتبقى بتاكل بضهرها وحتحصل تلف للأسنان وبتلف السطح المشغل برضو طيب أنا عندي شوية مفاهيم أساسية أولاد المفاهيم الأساسية ديت هي اللي بتخليني أعرف بأنا شغال وبعمل عمليات مختلفة المفاهيم الأساسية دايما بيكون عندي حاجة اسمها سرعة القاطع بيكون عندي حاجة اسمها عمق القاطع بيكون عندي حاجة اسمها التخزية معاي أولاد خليكم معايا كده يبقى أنا عندي دلوقتي سرعة القاطع عمق القاطع والتخزية سرعة القاطع هي السرعة دلوقتي أقدر أقول عليها طول الريش اللي أنا بزيله في الدقيقة إنما عمق القاطع هو المسافة اللي بتتغلغلها السكينة أو أداة القاطع داخل الشغلة طب والتخزية التخزية بتاعتي هي المسافة اللي بتتحركها الشغلة مسافة خطية بعد كل لفة من لفات السكينة طب تعال كده نشوف التعريفات دي ونشوف العوامل اللي بتأثر عليه نمرة واحد عندي سرعة القاطع وسرعة القاطع هي طول الريش المقطوع في الدقيقة مثل عملية الخراطة تماما بالزبط أو هي المسافة المحيطية لنقطة تتحرك على محيط سكينة الفريزة بعدد لفات في الدقيقة طيب العوامل اللي بتتوقف على سرعة القاطع يعني إمتى أنا هختار سرعة قاطع كبيرة ومتى هختار سرعة قاطع أوليّلة سرعة القاطع دايما تكون كبيرة لما يكون المعدن تري سرعة القاطع يكون كبيرة لما يكون نوع معدن السكينة من المعادن الصلبة سرعة القاطع يكون كبيرة لما يكون حالة المكينة جيدة يبقى أنا سرعة القاطع حتتوقف على نمرة واحد قطر سكينة الفريزة نمرة اثنين نوع معدن السكينة نمرة تلاتة نوع معدن الشغلة نمرة اربعة العمق المراد إزالته لو عمق المراد إزالته عمقه قليل ممكن نستخدم سرعة كبيرة ولو العمق المراد إزالته كبير يبقى هستخدم أكيد سرعة قاطع قليل نمرة خمسة نوع سائل التبريد لو أنا عندي سائل تبريد بيمتص الحرارة بطريقة كويسة وبسرعة وبيقلل الاحتكاك ممكن نشتغل بسرعة قاطع كبيرة نمرة ستة قطر مقطع التفريز طيب أنا كده خدت سرعة القاطع والعوامل التي تتوقف عليها تعال نشوف حاجة كمان سرعة القاطع هي السرعة المحطية لحدود القاطع يعني عين السرعة دي أنا أقدر أحسبها إزاي أقدر أحسبها أقولي أن عين بتسوي طه قاف نون على ألف خلي بالك طه اللي هي النسبة التقريبية اللي هي 22 على 7 وقاف هو قطر السكينة ونون هو عدد لفات السكينة في الديئة بس خلي بالك أنا أقسم هنا على ألف علشان القطر بيدوني بالملي متر فبقسمه على ألف علشان يتحول للمتر وتبقى السرعة المحطية هنا الناتج بتاعها هيكون بالمتر لكل دقيقة يبقى إزا دلوقتي قاف هو قطر السكينة بالملي متر ونون هو عدد اللفات السكينة في الديئة يعني لفة لكل دقيقة تعال كده نشوف مثال ممكن يجي لنا في الامتحان بيقولي كم تكون سرعة القاطع لسكينة فريزة قطرها 125 ملي متر وسرعة دورانها 58 لفة لكل دقيقة فأنا حعمل هامش وحقول هو بيقولي كم سرعة يعني عايز السرعين بتسوي كم إذا كانت الفريزة قطرها 125 يبقى عين بتسوي كم إذا كانت قاف بتسوي 125 ملي متر وسرعة دورانها لفة لكل دقيقة يبقى إزا دي نون فحكتب هنا نون بتسوي 58 لفة لكل دقيقة خلي بالك إن هو هنا مديني قاف ومديني نون وطالب مني عين أنا ممكن يكون مديني عين ومديني قاف وطالب مني نون أو مديني عين ومديني نون وطالب مني قاف اللي هو قطر الايه؟ السكين فأنا أحط القانون إن عين بتسوي طه قاف نون على ألف وأقول بتسوي طبعا أنا عارف إن الطه بتسوي 22 على 7 في القطر بتاعي قاف اللي هو ب125 يبقى حكتب هنا 125 خمسة وعشرين في النون بتاعت اللي هو الدهواني بتمانية وخمسين لفة لكل دقيقة على الالف بتاعتي يبقى انا دلوقتي كل ده حيساوي كام اتنين وعشرين وتمانية من عشرة وبما ان دي سرعة خطية يبقى حتساوي متر لكل دقيقة يبقى انا كده عرفت السرعة معناها ايه والعوامل التي تتوقف عليها وكمان طريقة حساب السرعة نيجي ان نرجع كمان لسرعة التغذية كلمة التغذية اولاد يعني المسافة اللي بتتقدمها الشغلة في اتجاه الحد القاطع خلال دقيقة واحدة والتغذية دي ممكن تتقاس كنسبة الى الزمن يعني لكل دقيقة او لكل لفة او لكل سنة على حسب الحساب بتاعنا يبقى سرعة التغذية هي المسافة التي تتقدمها الشغلة في اتجاه الحد القاطع خلال دقيقة واحدة وهي اما ان تكون في اتجاه محور المندضة او عمودي على اتجاه محور المندضة يبقى التغذية دي يقيمة في اتجاه المحور يقيمة عمودي على المحور طيب العوامل التي هتتوقف عليها التغذية العوامل دي وبعدا مشرحها هنا عايزين نشوف مع بعض كده حكاية العوامل دي العوامل اللي توقف على نوع معدن الشغلة لان معدن الشغلة لو ناشف قوي هحط تغذية قليلة معدن الشغلة لو طري هحط تغذية كبيرة نمرة اتنين عمق القطع لو عمق القطع كبير يبقى حاخد تغذية قليلة لو عمق القطع قليل حاخد تغذية كبيرة حاجة بعد كده وأقول رقم 3 عرض القطع نمرة 5 نوع معدن السكينة لو معدن السكينة صلب جدا أعمل تغذية كبيرة لو معدن السكينة مش صلب جدا أعمل تغذية قليلة نمرة 5 قطر سكينة التفريز نمرة 6 حالة المكينة لو المكينة بتاعت جديدة وجديدة يبقى حاشتغل واعمل تغذية كبيرة وعمق قطع كبير وهكذا لو حالة المكينة مش كويسة يبقى لازم اشتغل بكل حاجة كميات قليلة نمرى سبعة درجة التشطيب المطلوبة لان انا دايما لما بيكون سرعة التغذية كبيرة بتديني تشغيل خشن او ناعم على حسب طبعا نوع المعدن اللي موجود عندي نمرى تامانية استعمال سائل التبريد طب اولاد لازم نخلي بالنا من شوية حاجات بصولي كده انا دلوقتي لو انا عندي عمليات بتجرى فانا عندي دلوقتي عمق قطع عندي سرعة قطع عندي تغذية تمام عندي التغذية بتاعتي التغذية الطولية عندي سرعة قطع عندي عمق قطع الحاجات دي كلها لازم تخلي بالك انها كلها مرتبطة ببعض طب انت عايز تقول لنا ايه مستر محمد عايز اقول لك خلي بالك من الكام كلمة دول كنا بنقولهم من وانت فسنة تانية وانت شغال لسه على المخرطة كنا بنقول اكتب عندك سرعة القطع عمق القطع التغذية نوع معدن الشغلة نوع معدن المكينة نوع معدن اداة القطع اسف حالة المكينة سائل التبريد لما قولك ايه العوامل اللي بتوقف عليها سرعة القطع خبي على سرعة القطع وقول البقين لما قولك ايه العوامل بتوقف عليها التغذية خبي على التغذية وقول البقين ليه لان التغذية متوقف على عمق القطع متوقف على سرعة القطع متوقفة على نوع معدن الشغلة ومتوقفة على نوع معدن أداة القاطع يبقى تاني نقولهم كلهم على بعض كده عندي سرعة القاطع عمق القاطع التغذية نوع معدن الشغلة نوع معدن أداة القاطع حالة المكينة وسائل التبريد لو قلت لك العواني اللي توقف على سرعة القاطع خبي سرعة القاطع وقول البقيين لو قلت لك العواني اللي توقف على التغذية خبي على التغذية وقول البقيين العواني اللي توقف على عمق القاطع خبي على عمق القاطع وقول الايه لأن دي كلها عوامل بتأثر كلها على بعض لو عندي عمق قطع كبير يبقى أنا حعمل تغذية قليلة لو عندي عمق قطع كبير يبقى أنا حعمل سرعة قليلة لو حعم عندي عمق قطع قليل ممكن أعمل سرعة كبيرة وأعمل تغذية كبيرة يبقى كلهم بيأثروا على إيه؟ على بعض تعالوا نشوف بقية المفاهيم بتاعتنا الحاجة اللي جاء بعد كده أنواع التغذية المستخدمة في عمليات التفريز التغذية ممكن تكون تغذية لكل سن وقول تهل كل سن نمرة اتنين اقول تغزية لكل لفة يبقى تغزية لكل لفة من لفات السكين او هنا تغزية يعني مثلا اقول ملي متر لكل سنة من اسنان السكين ملي متر لكل لفة من لفات السكين نمرة تلاتة تغزية لكل دقيقة يعني انا كده بربط المسافة اللي حعمل بها تغزية بالزمن بتاع التشغيل نيجي بعد كده نقول عمق القطع وعمق القطع عندي اللي هو السمك المراد ازلته في كل وش او المسافة اللي بيتغلغلها اداة القاطع داخل الشغلة طيب انا عندي التفريز بتاعي سكينة الفريزة بصولوا كده اولاد سكينة الفريزة دي لها اسنان سكينة الفريزة لها اسنان والاسنان دي بتاكل في الشغلة معايا كده سكينة الفريزة لها اسنان والاسنان دي بتاكل في الشغلة اسناء دوران السكينة بصولوا كده اولاد سكينة الفريزة لها أسنان بتاكل في الشغلة الأسنان دي ممكن تكون بتاكل في الشغلة وهي بتتحرك لأسفل أو بتاكل في الشغلة وهي بتتحرك لأعلى يبقى التفريز بالقطع ممكن يكون بالتفريز بالقطع لأعلى وممكن يكون تفريز بالقطع لأسفل إمتى حيكون لأعلى لما يكون دوران السكينة بياكل في الشغلة وهي بتتحرك لأعلى إنما التفريز بالقطع لأسفل حيكون السكينة بتاكل في الشغلة وهي بتتحرك لأسفل بس خلي بالك كل واحد من دول أو كل طريقة من الاتنين دول لها ميزة ولها عيب يعني مميزات الطريقتين وهي بتاكل لأعلى بتعمل على تغلغ للسكينة تدريجيا داخل الشغلة إنما وهي بتتحرك لأسفل مميزاتها إن الحد القاطع بيتحمل أكبر قدر قاطع يعني هنا الحد القاطع ده سن السكينة بيتحمل قوة قاطع كبيرة إنما هنا ما بيتحملش قوة كبيرة بس هنا ممكن يشيل عمق قاطع بالتدريجي من قليل الكبير إنما هنا ممكن ياخد من كبير لقليل طب العيوب العيوب عندي إن السكينة وهي بتاكل أعلى سكينة القاطعة أثناء عملية القاطعة تحاول خلع الشغلة من مكان ربطاه الشغلة ممكن تتخلع لأن السكينة بتشدها الأعلى السكينة وهي بتتحرك لفوق ممكن تخلع الشغلة. انما السكينة هنا وهي بتضغط لتاح هتربط الشغلة. بس هيكون العيوب هنا ايه? بما ان السكينة بتضغط على الشغلة ضغط كبير وبالتالي ممكن يحصل اهتزازات للطاولة بتاعة الماكينة او للشغلة. زوايا سنة السكينة. ده كده السنة بتاعة سكينة الفريزة. السنة دي لو هي بتلف في الاتجاه ده يبقى بتشيل هنا حيز للرايش. يبقى اكيد الزاوية دي اللي احنا هنسميها زاوية الجرف. وزاوية الجرف دي اللي بتشيل المعدن. انما الزاوية اللي موجودة في الخلف دي زاوية الخلوص ودي علشان تقلل الاحتكاك ما بين سنة السكينة وما بين الشغلة. يبقى اللي في الامام دي اللي بتشيل المعدن زاوية الجرف واللي في الخلف دي زاوية الخلوص واللي موجودة هنا اسمها زاوية السن. تعال نعرفه. زاوية الخلوص الزاوية دي. الزاوية دي محصورة ما بين مين ومين هي الزاوية المحصورة ما بين الخط العمودي على مستوى المحور المار بحد القاطع لغا المماس لحفة السكينة وتتراوح ما بين 7 ل 12 ايه درج طيب زاوية الجرف هي الزاوية المحصورة ما بين المستوى المحوري المار بنقطة المركز ده مستوى هو معدي بنقطة المركز ووجه السن يبقى زاوية الجرف هي الزاوية المحصورة ما بين المستوى المحوري المار بنقطة المركز وممس مع الوجه بتاع السنة من أسنان السكينة خلي بالك المحور ده يا جماعة ده محور حيعدي بمركز السكينة يبقى زاوية الجرف دي هي الزاوية المحصورة ما بين المحور اللي معدي بمركز السكينة ووجه سنة إنما زاوية الخلوص دي هتبقى معدية بإيه؟ هتبقى معدية ده محور مماس للحفة بتاعة السنة. وده كده خط عمودي على المحور. طيب وزاوية السنة بقى هي الزاوية المحصورة ما بين زاوية الجرف وزاوية الايه؟ وزاوية الخلوس هي الزاوية المحصورة ما بين الحفة وواجه السنة ما بين الحفة اللي موجودة في الامام وواجه السنة الايه؟ الخلفي وزاوية السنة دي طبعا بتكبر كل ما زاوية الجرف تقل وبتصغر كل ما زاوية الجرف بتزيد. طب عناصر السكينة السكينة هنا لها وجه للسنة ولها حفة للسنة وليها كمان قطر وليها المسافة اللي ما بين السنتين دي اللي اسمها حيز الرايش طب تعال نشوف العناصر وجه السنة وجه السنة اللي هو الجزء الامامي ده يبقى دلوقتي وجه السنة هو السطح المقابل للرايش أثناء عملية القاطع عملية القاطع حتم هنا في المسافة دي يبقى الجزء ده السطح ده لما هيجي لف تحت اسمه وجه الايه السن طب رقم اتنين حيز الرايش اللي هو المسافة ما بين سنتين المسافة ما بين اي سنتين زي المسافة دي او المسافة دي او المسافة دي يبقى ده اسمه حيز الايه حيز الرايش هو الفراغ الواقع بين خلف السنة ووجه السنة التي تليها ما بين السنتين يعني نمرة ثلاثة الحفة والحفة دي اللي هو الحد اللي موجود هنا ده يبقى الحفة بتاعتي هي السطح الذي يوجد خلف حد القاطع المجلخ لتكون زاوية لتكوين زاوية الخلوص نيجي نمر أربعة حد القاطع الحد القاطع يعني الحد اللي حيعمل عملية القاطع هنا الحد دا كده الحد دا كده دا كده الحد القاطع يعني الحد القاطع بيتكون نتيجة الوجه مع الحفة الوجه اللي موجود في الأدام مع الحفة اللي موجوده وراء يبقى اللي ما بينهم دا اسمه الحد القاطع المعادن والمواد التي تصنع منها سكاكين الفريز سكاكين الفريز زيها تقريبا زي كل أدوات القاطع اللي موجودة عندنا في الورش زي المخارط مثلا وزي المقاشط وزي المثاقيب المعادن اللي بتصنع منها رقم واحد الصلب الكربوني نمرة اتنين الصلب السبائكي نمرة تلاتة الصلب السريع القاطع اللي بيقطع يعني بسرعات عالية نمرة اربعة السيراميك اللي هو الخزف الطبيعي نمرة خمسة الكاربيدات يبقى أنا عندي المواد اللي بتصنع منها أدوات القاطع هي الصلب الكربوني والصلب السبائكي والصلب السريع القاطع والسيراميك والكاربيدات اللي بنقول عليها الكاربيدات الملبدة طب طرق تثبيت المشغولات أنا بسبت المشغولات عندي عن طريق المنجلة أو الملزمة العادية اللي هي الغير دوارة اللي هي زي دي دي منجلة عادية بسبتها على الرسمة بتاعة الفريزة ومن خلال التثبيت بقدر أثبت عليها أي شغلة وبتستخدم لربط المشغولات البسيطة يعني ما يكونش فيها حاجة معقدة ولا انحرافات ولا زوايا نمرة اتنين المنجلة أو الملزمة الدوارة المنجلة أو الملزمة الدوارة دي يعني ممكن تدور حوالي نفسها أو يحصلها كمان عملية ميل ودي بتستخدم لربط المشغولات التي سطحها يحتاج إلى زاوية الحراف أثناء عملية القاطع لما يكون عندي ميول نمرة ثلاثة المنجلة أو الملزمة الجامعة للأغراض ودي بقدر أعمل منها كذا حاجة وطبعا بيكون لها زوايا أقدر أحدد الزوايا بتاعتي والميول اللي ممكن أستخدمها فيها يبقى دي بتستخدم هذه الملزمة في المشغولات الصغيرة التي سبق تسوية سطحها والتلاسق الفكين الشروط الواجب توفرها لكي تظل السكينة الفريزة بحالة جيدة عشان سكينة الفريزة تشتغل معايا بشكل جيد يبقى لازم أراعي كل الأمور اللي موجودة في عمليات التشغيل يبقى نمرة واحد أن تكون استدارتها تمة تكون مدورة كويس ما تكونش فيها جزء بيضاوي أو فيها كسر في حاجة فيها نمرة اتنين أن تكون متمركزة الدوران بالدور حوالي محور واحد نمرة ثلاثة أن تكون حدة القواطع الحواف بتاعتها حدة جدا عشان تعمل عملية القاطع بكل سهولة جهاز التقسيم أنا عندي أولاد في أجهزة التقسيم ببصولي كده أجهزة التقسيم عندي عندي نوعين من أجهزة التقسيم معايا أولاد ركزوا معايا كويس عندي نوعين من أجهزة التقسيم هو جهاز التقسيم ده أنا باستخدمه في إيه؟ أنا باستخدم جهاز التقسيم في عملية تقسيم محيط دايرة لعدد من الأقسام المتساوية يعني نفترض أن أنا عندي استوانة مدورة عايزة أطحها على شكل أسنان تروس عايزة أطحها على شكل أسنان إيه؟ تروس يبقى نفترض أن دي كانت استوانة مدورة وأنا عايزة أقسمها لعشرين سنة يبقى أنا عايزة أقسم محيط الدايرة لعدد من الأقسام المتساوية زيها زي مين برضو في حاجة بسيطة في عمليات التقسيم؟ زي الصمولة أنت بتشوف الصمولة المسدسة أو الصمولة المتمنة كل أضلحها قد بعض يعني أنا قسمت محيط دايرة لعدد من الأقسام المتساوية فجهاز التقسيم ووظفته أنه يقسم محيط الدايرة لعدد من الأقسام المتساوية بس أنا ممكن يكون عايزة أقسم مثلا لعشرين سنة لتمانين سنة لستة أوجه أو لتمن أوجه زي صمولة وممكن أكون عايزة أقول مية تلاتة وخمسين سنة يبقى مش حارف أقسمه وحيكون عندي صعوبة وبالتالي بقى عندي جهاز تقسيم اسمه جهاز التقسيم البسيط علشان يقسم الأعداد الصحيحة والأعداد اللي ما فيش فيها مشاكل وعندي جهاز تقسيم تاني اسمه جهاز التقسيم الفريقي اللي لما يكون عندي مية تلاتة وخمسين تلتمية وتسعتاشر سنة متين وطمنتاشر سنة طالما ما هياش متين وما هياش تلتمية ما هياش مية وما هياش متين فأنا لازم أركب مجموعة من التروس على جهاز التقسيم علشان يجيب الفرق بتاع الأسنان اللي موجودة يبقى لو جهاز التقسيم من غير تروس يبقى اسمه جهاز تقسيم بسيط إنما لو جهاز التقسيم ركب فيه تروس يبقى اسمه جهاز التقسيم الفريقي تعالوا نشوف أنواحهم وإزاي هنحسب حساباتنا عليهم أول نوع اسمه جهاز التقسيم البسيط ده الشكل بتاع جهاز التقسيم وجهاز التقسيم عندنا هنا عبارة عن قلب فيه ترس بريمي نبص كده مع بعض على السلايدز بتاعتنا ونقول إن أنا جهاز التقسيمي اللي موجود عندي بيكون ليه قلب والقلب ده فيه ترس بريمي والترس البريمي ده بيكون في الغالب 40 سنة علشان دايما عمليات التقسيم بتاعتي تكون نسبة للاربعين علشان بعد كده أقول الاربعين على عدد الأقسام اللي أنا محتاجهم نبص كده على السلايدز بتاعتنا علشان نشوف الأجزاء وإزاي هنحل المساء نبص كده مع بعض جهاز التقسيم البسيط هو عبارة عن جهاز له قلب القلب ده فيه ترس فيه 40 سنة نبص كده نشوف كده السلايدز بتاعتنا علشان هنشرح عليها جهاز التقسيم البسيط نشوف كده معنا مع بعض مخرجنا معي نبص على السلايدز جهاز التقسيم البسيط هو عبارة عن جهاز له قلب والقلب ده بيبقى جواة ترس برريمي 40 سنة وبيبقى عليه الحلقة الضورانية دي الحلقة الضورانية دي فيها مجموعة من التقوب مجموعة التقوب دي يا جماعة اللي بتحددلي افرد أنا عايز ألف اليد دي ربع لفة فاشوف دايرة مثلا من هنا فيها 20 تقوب واتحرك منها خمسة يبقى الخمسة على العشرين دي بقت ربع لفة عايز تلت لفة اشوف دايرة من هنا مثلا فيها 18 تقوب واخد منها 6 تقوب يبقى أنا خدت تلت إيه؟ تلت لفة يبقى جهاز التقسيم البسيط ده وهو من ملحقات ماكينة الفريزة حيث يقوم بالأعمال التالية أو الآتية فتح أسنان التروس العدلة والحلزونية تقسيم محيط القرص الدائري لعدد من الأسنان في التروس العدلة والحلزونية تقسيم محيط الاستوانة إلى منشور رباعي أو خماسي أو سداسي وهكذا طب تعالى كده مع بعض بيتركب من إيه؟ بيتركب جهاز التقسيم من الداخل مع بريمة زاد باب واحد معشقة مع ترس بريمي له 40 سنة جهاز التقسيم البسيط ليه قاعدة؟ وبيكون ملحق به القرص ده اللي قلنا فيه مجموعة من التقوب بيبقى ملحق به 3 أقراص القرص الأولاني بيبقى فيه دايرة فيها 15 تقوب دايرة فيها 16 تقوب دايرة فيها 17 تقوب دايرة فيها 18 تقوب 19-20 القرص الثاني مكان ده دايرة فيها 21-23 وكذا عشان نقدر أقسم محيط الدايرة مثلا لو عايز تل تلفه يبقى أنا أخذ مثلا الدايرة اللي فيها 15 تقوب دي أخذ منها 5 من الـ 15 يبقى دول التلت طيب أنا عدد لفات اليد المرفقية دي بحسبها إزاي لما أجي أعمل أي مضلع بقول إن عدد لفات اليد المرفقية بتساوي 40 اللي هو قلب الجهاز التقسيم على عدد الأسنان اللي أنا عايز أقطعها أو عدد الأجزاء في عدد الأبواب طب تعالى كده بيقول عمود استواني يراد تقسيمه إلى مخمس منتظم احسب عدد لفات يد جهاز التقسيم لقاطع كل وجه من أوجه المخمس إذا علمت أن الترسي البريمي 40 سنة والبريمة زد باب واحد وملحق بالفريزة وجهاز التقسيم ثلاثة أقراص كالتالي الثلاث أقراص بتوعي دول اللي هما فيهم 15 تقب و16 تقب و18 لحد تسعة واربعين ودول لازم أكون ملتزم بيهم حاجة هنا أقول إن عدد لفات يد الجهاز بيساوي 40 على عدد الأقسام في عدد الأبواب 40 على عدد الأسنان أو عدد الأقسام اللي أنا عايز أقطعها في عدد الأبواب طبعا هنا عدد الأقسام كام بيقول لي عايز أعمل مخمس يبقى أنا هنا ده خمس أقسام فحقول كده إن عدد لفات اليد المرفقية بتساوي 40 اللي هو اللي موجود في البسط وده سابت اللي هو قلب الجهاز على عدد الأقسام بتاعت اللي هي خمسة فيه طبعا هنا ما ذكر ليش أو قال لي هنا باب واحد وإذا ما ذكرش كلمة باب واحد دي بقى برضو اعتبرها بواحد يبقى 40 على خمسة في واحد يطلع الكلام ده بيساوي 8 إذن حقول إن بتدار يد جهاز التقسيم 8 لفات بعد قطع كل وجه من أوجه المخمس يبقى حلفها 8 لفات كاملين ما فيش أجزاء طب تعالى كده يراد قطع أو فاتحة أسنان ترس عدد أسنانه 60 سنة على مكينة الفريزة احسب عدد لفات يد جهاز التقسيم لقطع كل سنة إذا علمت أن البريمة 40 سنة وبرضو كان بقى كرر تاني لو ما قالش كلمة 40 سنة أنت على طول خدوم ب40 والبريمة زاد باب واحد وملحق بالفريزة وجهاز التقسيم أقراص بيها التقوب دي كلها هنا بقى 60 سنة يبقى أنا حقول كده إن عدد لفات يد الجهاز بتساوي 40 على عدد الأسنان في عدد الأبواب فحنقول كده إن كده بيساوي البص عندي ب40 وعدد الأسنان ب60 وعدد الأبواب بباب إيه؟ بباب واحد يبقى فيه واحد يبقى الكلام ده حيساوي 40 على 60 وبالتالي أنا لما حاجة اختصر دلوقتي هنشيل الصفر مع الصفر ونقول أربعة على الاتنين فقى الاتنين ستة على الاتنين فقى التلاتة بقى كده فيه اتنين على إيه؟ على تلاتة خلي بالك أنا يهمين اللي تحت ده اللي تحت ده هو عدد التقوب اللي موجودة هنا ما عنديش تقوب عددها تلاتة يبقى حضرب هنا في رقم سابت فوق وتحت بشرط إن الرقم الناتج اللي هيكون تحت هنا يكون موجود هنا برافو عليك وكله قال معايا طب ما تيجي نضرب في خمسة على خمسة ليه؟ لأن التلاتة في خمسة بكام؟ بخمستاشر والخمستاشر موجودة هنا يبقى أنا لو ضربت دول يبقى الاتنين في خمسة بكام؟ بعشرة والتلاتة في خمسة بخمستاشر إذا أنا عايز ألف يد جهاز التقسيم عشر سقوب من دائرة فيها خمستاشر إيه؟ خمستاشر تقب يبقى تدار يد الجهاز عشر سقوب من دائرة بها خمستاشر إيه؟ 15 تقوب يبقى انا كل اللي بيهمني المقام هنا. اول ما جبت الناتج اسمت ال 40 على 60 في واحد جب 40 على 60 اختصرت الابسط صورة بقت 2 على 3 يهمني الرقم اللي تحت ده يكون موجود هنا في عدد التقوب اللي موجودة. طالما ما فيش لفات كاملة. تمام. نجي بعد كده لجهاز الفاريخي. الفاريخي عندي دلوقت هو نفس جهاز التقسيم بس موجود عندي هنا مجموعة التروس. مجموعة التروس دي بتخليني. اقدر اعمل عملية تقسيم من 1 ل 382. من 1 ل 382. يبقى انا كده هعمل عملية تقسيم اكبر. طب تعال كده نشوف مع بعض. عدد لفات اليد المرفقية بتساوي 40 على عدد الاسنان في عدد الايه? الابواب. طب في حاجة كمان. انا دلوقتي لما حيديني 153 سنة مش هعرف اعملها ال 150. لو 219 سنة مش هعرف اعملها ملا. 220. يبقى ايزا دلوقتي الارقام دي خلي بالك اللي انا بكتبه دي ممكن تبقى 253 يبقى انا هقربها واقول عليها 250. لو قال لي كده 258 يبقى اكيد انا هقربها الكامل 200. هقربها اللي اقرب لها. بالزيادة او بالنقصات. بس لما ان تيجي تحل هنا بقى. يبقى الالف دي هي الرقم الكبير اسف. الالف دي هي الرقم اللي دايما انت بتشتغل عليه. مش انت هتشتغل ع المتين وخمسين او تشتغل على الmani وستين. اه تبقى الالف هي المتين وستين. والنون دي هي المتين تمانية وخمسين. او ان تبقى النون دي هي المتين تلاتة وخمسين والالف ده هو المتين وخمسين يبقى لازم عندي دايما حيبقى اللي في اليمين هنا هو الكبير واللي في الشمال ده هو الصغير علشان ما يطلعش عندي رقم سابت تعال نروح نشوف نحل مسألة بيقول لي يراد قطع ترس او اسنان ترس عدد اسنان ومية تلاتة وخمسين سنة على الفريزة الافقية العامة احسب عدد لفات يد جهاز التأسيم لكل سنة وكذلك طقم التروس طبعا انا لما يكون عندي ميتين تلاتة وخمسين او مية تلاتة وخمسين اولاد حيبقى عندي هنا في فرق اسنان تروس بصوا معايا كده احنا دلوقتي عندي ترس انا عايز اعمله مية تلاتة وخمسين سنة جهاز التأسيم العادي ما يجيبش المية تلاتة وخمسين يجيب مية وخمسين يجيب مية وستين يجيب مية وسبعين يجيب مية واربعين فانا هقول على 153 دول هقول عليهم 150 واحسب عدد لفات يد جهاز التقسيم على 150 طب والتلات أسنان يا مستر محمد اللي ضاعوا انت قلت 153 خلتهم 150 حركب بقى مجموعة تروس حقسها بالقانون اللي بيقول ألف ناقص نون مضروف 40 على ألف أو نون ناقص ألف مضروف 40 على ألف واحسب مجموعة التروس اللي حتعطى ليد جهاز التقسيم مسافة قليلة علشان تديني التلات أسنان اللي بقين ما احنا لسه قيلين احنا لسه قيلين ان جهاز التقسيم البسيط بدون تروس انما جهاز التقسيم الفريقي بايه بتروس وبالتالي لما يكون عند 153 سنة يبقى ده تقسيم فريقي تعالوا نشوف مع بعض حنعمل ايه في المثال ده نبص كده بيقول لي يراد قطع ترس 153 سنة على مكينة الفريزة الأفقاء العام احسب عدد لفات يد جهاز التقسيم لكل سنة وكذلك تقم التروس اذا علمتها القاتي انها من باب واحد والترسي البريمة 40 سنة ودي الأقراص اللي فيها التقوب وكذلك ملحق بالفريزة تقم تروس جر دي أسنان تروس ياولاد ما هي الزي التقوب اللي فوق اللي تحت دول أسنان تروس يعني ده ترسي فيه 24 سنة وده ترسي فيه 24 سنة وده ترسي فيه 28 سنة وده ترسي فيه 40 سنة وده ترسي فيه 44 سنة وهكذا طب تعال انا قلت دلوقتي ان عدد اللفات دايما بتكون 40 على عدد الاسنان في عدد الابواب كان عندي 153 سنة لو جيت أحسب حقول كده إن أنا عندي 40 على 153 في واحد وبالتالي هتساوي 40 على 153 صعب إن أنا أعمل أي اختصار وصعب كمان إن أنا لقي أقراص هنا فيها تقوب 153 سنة يبقى تدار يد جازة 40 سقب من دائرة بها 153 وأقول أنه لا توجد دائرة بها 153 سقب يبقى حنفرد إن عدد الأسنان كام نفرد إن عدد الأسنان بقى بيساوي 50 150 سنة ونروح نشتغل على كده نقول بقى إن عدد لفات اليد المرفقية بتساوي 40 على عدد الأسنان في عدد الأبواب يبقى الكلام دا بيساوي 40 على عدد الأسنان بتاعتي اللي هي بقت 150 وأنا شايل 3 في عدد الأبواب بواحد يبقى الكلام دا بيساوي 40 على 150 شوف كده أنا حشيل الصفر مع الصفر حيبقى بيساوي اربعة على اربعين على مية وخمسين يعني بتساوي اربعة على خمستاشر طبعا انا عندي هنا ارس فيه خمستاشر تقب يبقى انا دلوقتي اقدر اقول ان انا عندي اربع ثقوب من دائرة فيها خمستاشر ايه من دائرة فيها خمستاشر ثقب يبقى انا كده هقول ان بتدار يد الجهاز اربع ثقوب من دائرة بقى خمستاشر ثقب ده دول يا مستر محمد عشان اعمل ايه عشان اعمل ترس مية وخمسين سنة. طب والتلاتة راحوا فين? نروح نجيب لهم اسنان تروس. يبقى لازم اكمل المسألة. هو روح اقول النجيم بتساوي نون ناقص الف مضروبة فيه اربعين على الف. يبقى انا دلوقتي حقول النجيم بتساوي. النون دي اللي هي مية تلاتة وخمسين سنة. اللي المفروض اعملهم. ناقص الالف بمية وخمسين سنة. اضربهم فيه اربعين على الف اللي هي بمية وخمسين. طبعا هنا نتجة طرح التلاتة. لو ضربت تلاتة في مية واربعين يديني مية وعشرين. يبقى دول انبي يساوي مية وعشرين على مية وكم? على مية وخمسين. اروح اختصرهم. يبقى ايزا انا لو اختصرت الصفر مع الصفر. على التلاتة فيها الاربعة. خمستاشر على التلاتة فيها. فيها الخمسة. اروح اضرب هنا في رقم سابت. فوق وتحت. وهنا بقى المرة. دي لازم النتج اللي فوق والنتج اللي تحت يكونوا موجودين هنا. فعدد اللي فات كان الناتج اللي تحت بس. يبقى انا حضرة بالاربعة في تمانية. وحضرة بالخمسة في تمانية لازم يكونوا الرقمين زي بعض. رقم ثابت فوق وتحت. يبقى الكلام ده بيساوي. اربعة في تمانية. باتنين وتلاتين. والخمسة في تمانية باربعين. لاحظ. انا ليه اخترت التمانية? ما كان ممكن يبقى اتنين. بس الاتنين في اربعة في تمانية مفيش هنا تمانية. الاربعة في اربعة بستاشر مفيش هنا ستاشر الاربعة في خمسة بعشرين مفيش هنا عشرين تمام؟ فانا اخترت التمانية بقت الاربعة في تمانية باتنين وتلاتين والخمسة في تمانية بايه؟ باربعين واحد حيقول لي انت ست ليه مستر محمد ما قلتش الستة الاربعة في ستة باربعة وعشرين فيه اربعة وعشرين بس لما تبقى تحت ستة والخمسة في ستة بتلاتين مفيش هنا ايه؟ تلاتين فاخترت السبعة مجاتش اخترت التمانية جات معايا يبقى إذا أنا دلوقتي بقت أطقم التروس عندي اللي فوق ده بيديني للقائد واللي تحت ده بيديني للمنقاد يبقى أنا حقول كده العدد المفروض اللي أنا فرضته بقى أقل من المطلوب والمجموعة هنا مجموعة بسيطة والمجموعة البسيطة دايما بنحط لها ترس وسيط ناخد كمان مثال بيقول لي هنا المطلوب قطع ترس عدد أسنانه 319 سنة على طول 319 ما ينفعش لازم 310 320 330 أرقام كاملة على مكنة الفريزة إذا علمت أن الترس البريمي 40 سنة والبريمة زد باب واحد احسب عدد لفات يد الجهاز وطأم تروس الجر وطأم تروس الجر طالما ده تأسيم فريقي عشان ما هواش رقم ثابت يعني رقم كامل يبقى أكيد ده تأسيم فريقي بقى لازم ححسب تروس للجر اللي عندي ده ده دلوقتي 319 يبقى أنا هقرب الـ 319 دول لـ 320 واشتغل على الـ 320 فهقول إن عدد لفات يد الجهاز بتساوي 40 على عدد الأقسام في عدد الأبواب يبقى الكلام ده بيساوي 40 على 320 في واحد يبقى الكلام ده بيساوي 40 على 320 هختصرهم يبقى بتساوي واحد على تمانية يبقى أنا دلوقتي الواحد على تمانية حضربه في رقم ثابت فوق وتحت تمام بحيث إن أنا لو ضربت فيه في اتنين الواحد في اتنين باتنين والتنين في تمانية بستاشر عشان أنا عندي هنا تقوب 16 تقب يبقى أنا دلوقتي حعمل إيه حيبقى عندي تدار يد الجهاز اتنين تقب من دائرة بقى 16 تقب وروح أحسب التروس الفارقية بقى ألف ناقس نون مضروبة في أربعين على ألف 220 ناقس 1219 كده أنا بدلت القانون النون ما كان الألف والألف ما كان النون مضروبة في أربعين على 320 يبقى دي أربعين على 320 هختصرهم يبقى هتديني واحد على تمانية الصفر مع الصفر على الأربعة فيها الواحد على الأربعة فيها التمانية طبعا أنا واحد على تمانية لو جيت أضرب في رقم سابت فوقه تحت مش هتديني أي حاجة من التروس فحضرب رقم سابت فوقه تحت ثلاثة على ثلاثة وبعدين أخذها أجزاءها أخذ الثلاثة تبقى هي اللي على الثلاثة والواحد هي اللي على الثلاثة يبقى ثلاثة على تمانية في واحد على ثلاثة وأخذ كل جزء ثلاثة على تمانية اضربه في رقم سابت فوق وتحت واخد الواحد على تلاتة واضربه كمان في رقم سابت فوق وتحت يبقى الناتج من هنا حيدينا 24 على 64 وال24 وال64 موجودين ولما اضرب دول بقى عندي 24 على 72 ادي كمان 24 72 يبقى دي التروز بتاعتي قائد ومنقاد قائد ومنقاد وتبقى دي كده مجموعة مركبة ولازم اقول له اي ان يجب وضع اربعة تروز منها ترسان قائدان اللي هم موجود في البسط وفي البسط اللي هم 24 و24 وترسان منقادان 64 و72 وحيث ان العدد المفروض اكبر من العدد الحقيقي والمجموعة مركبة يبقى لا نضع ترس ايه وسيط يبقى انا التروز البسيطة او مجموعة التروز البسيطة اللي بتكون من ترسين اتنين يبقى دي هنحط لها ترس وسيط انما المجموعة المركبة هتكون من غير ترس وسيط وبكده اولادي يبقى احنا اخذنا الفريزة انما فيه مكينة تانية هي اللي ممكن تقطع لي التروز بطريقة افضل وبدون اخطاء هي مكينة الهوب اذا كنت عايز تعرف مكينة الهوب بتشغل ازاي ايه مميزاتها وايه عيوبها يبقى لازم تنتظروني في الحلقة القادمة الى ان اراكم على خير باذن الله اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته